موسيقى بهدف تعزيز الحوار والبناء في موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل في المجتمع الفلسطيني أقيم الاحتفاظ الختامي للمرحلة الأولى من تدريب وبناء قيادات شبابية ضمن برنامج تعزيز مشاركة الشباب في المصالحة الوطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة مشروع حوار هو مشروع في الضفة الغربية وفي غزة وهو يعمل على تعزيز الحوار وتعزيز المبادرات الشبابية وكثير منكم شاركوا في هذه المبادرات الشبابية هذا المشروع مدته ثلاث سنوات المشروع الذي نظم من مؤسسة جذور وجمعية إنقاذ المستقبل الشبابية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي عرض فيه الكثير من العروضات تمثلت بالملصقات الإبداعية وعروض فردية كالشعر تمثلت بمعالجة موضوع الانكسامة والدعوة إلى إنهائه هذا المشروع يسهم في دعم القيادات الشبابية الفلسطينية في هذا المجال والاتحاد الأوروبي يؤمن بالحل السلمي للنزاعات الذي من ضمنه تدريب القيادات الشبابية والاحترام المتبادل هدف المشروع هو تحريك دور الشباب في المصارحة الوطنية من خلال تعزيز ثقافة الحوار بينهم تم عمل برنامج تدريبي كامل للشباب في كافة محافظات الضفة الغربية تدربوا على الحوار والتواصل كيف يستخدموا الإعلام الاجتماعي في إيصال وقيادات الاجتماعية وقد شارك في المشروع أربعمائة من القيادات الشبابية في الضفة الغربية وقطاع غزة بحيث تم تمكينهم من العمل كمجموعات شبابية قادرة على تحقيق مصالحة وطنية شاملة جهاد قاسم تلفزيون وطن مدينة رامالله